أسعد الله سباحكم بكل خير مشاهدين أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري نقدمه لكم من قناة نوميديا البداية بنشاط الدبلوماسي أشاد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى صحراء الغربية كريستوفر روس بدور الجزائر ودعمها للمصار الأممي الرامي إلى إيجاد حل لنزاع في صحراء الغربية وفقا للوائح مجلس الأمن الأممي وعقب الاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة أكد المبعوث الأممي أنه تم تطرق خلال اللقاء إلى مستجدات ملف صحراء الغربية والمواعيد المقبلة وقال روس أن الأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون طلب تكثيف الجهود لإيجاد حل يتطابق مع لوائح مجلس الأمن الأممي الأمر الذي شجعه على رئيس عليه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وأكد له دعم الجزائر بهذه القضية في الاقتصاد أكد بنكيمون أو أكد المشاركون في القمة الثالثة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي تتواصل أشغالها بطهران على ضرورة تعزيز الحوار والتعاون والشراكة وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء في المنظمة لمواجهة التحديات التي تفرضها سوق الغاز العالمي أشغال القمة التي يشارك فيها الوزير الأول عبدالمالك سلال ممثلا لرئيس الجمهورية افتتحت برئازة حسن روحاني الرئيس الإيراني الذي أكد على ضرورة تنسيق الجهود من أجل تفاعل دور الصناعة الغازية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء في المنتدى كما شدد روحاني على أهمية التضامن بين جميع الدول المنتجة من أجل تحسين إيصال الطاقة إلى شعوبها مع توخي المحافظة على البيئة وفي هذا الإطار أشار رئيس الإيراني إلى ميزات الغاز الطبيعي كطاقة نظيفة مقارنة بمواد طاقوية أخرى معروفة بمخاطرها على البيئة مثل الفحم والطاقة النووية وفي جديد قانون المالية لسنة 2016 المعروض للنقاش على نواب الغرفة السفلة للبرلمان لا يزال الاحتدام متواصلا بين نواب الأغلبية ونوابه المعارضة بشأن ما تضمنته مواد القانون ناديا معزوزة والتفاصيل تباينت آراء النواب فيما يتعلق بمواد المشروع التمهيدي لقانون المالية للسنة القادمة ففيما تنادي الأصوات المعارضة بضرورة إعادة النظر في مواد القانون خاصة فيما يتعلق بالزيادات المشكلة أنه فعلا الإجراء الذي تخذته الحكومة هذا يعني بين قوسين يعني من الناحية وبالقيمة المطلقة هو إجراء مهم ولكن حينما لم يرافق بإجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية هنا العيب أنا أقول بلي أنا متأكد منه بلي سيكون ضرر كبير للمواطن وسيدفع الثامن المواطن له لأن في نهاية الأمر سترتفع الأسعار وسيدفع الثامن هذا وش نقول ولهذا نحن بالنسبة ويا ليتها لو كان جاءت هذه وخلاص قالك سنا ونحل المشكلة ما قدر نقوله ببالك لكن المشكلة أن هذه بداية وستستمر بهذه الطريقة لأن السياسات غالطة ترى أغلبية النواب من الموالات أن المواد التي تضمنها القانون ما هي إلا إجراءات مؤقتة من شأنها أن تعطي توازنا اقتصاديا كل الأكاذيب أن هذا القانون هذا شيء متغير ما هو شريح يمسك الجزائر 50 أو 100 سنة هو لمجرد سنة أو نصف سنة بالنسبة للزيادات حتى كذلك نبين أمور حقيقية بالنسبة للزيادات الزيادات هي ضئيلة جدا نحن نمر بأزمة اقتصادية لا نقول خانقة ولكن ربما تحسب للمستقبل يجب أن نبدأ من الآن فساعدا ونعود الشعب على شد الحزم من الآن فساعدا نعم نعم بطبيعة الحال نحن في تجمع القانون الديمقراطي سوف نصوت لمشروع أو لهذا المشروع الذي هو بين إداني وهو قانون المالية هذا وكانت لجنة المالية والميزانية قد ألغت خلال مناقشتها للتقرير التمهيدي لمشروع القانون ثماني مواد فيما لا يزال التلقب لما ستسفر عنه باقي التعديلات خلال جلسات المناقشة في قطاع العدالة أجلت أمس جناية مجلس قضاء الجزائر العاصمة قضية الإرهابيين الثمانية والأربعين إلى السابع من شهر ديسمبر المقبل بسبب رفضهم للمحامين المعنيين المعينين من قبل المحكمة أكثر تفاصيل مع الزميلة رميساء ماكسان كانت النيابة العمومية قد أحلت الإرهابيين سبعة الموقوفين في تهم متعلقة بإنشاء جماعة إرهابية مسلحة تعمل لنشر التقتيل والتخريب ووضع متفجرات بأماكن عمومية أدت إلى وفاة وجرح الأشخاص بتهم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والاختطاف والاختصاب وحيزة أسلحة وذخيرة وجنحات التزوير الإرهابيون ثابت تورطهم في عديد جرائم القتل بحق المواطنين وعناصر الأسلاك الأمنية بمناطق البليدة العاصمة وبومردس تحت إمارات الإرهابي عبد المالك دروتكال بالإضافة إلى محمد شريف وليد خالد عثمان تواتي وعبد المومن رشيد وكلهم في حالة فرار في انتظار سابع ديسمبر المقبل لا زالت أدراج جناية العاصمة تحتفظ بواحدة من أكبر عنوين المأساة الوطنية الأمر يتعلق هنا بأكثر من عشرين جريمة ارتكبها إرهابيون بحق الأبرياء في كل من ولاية البليدة الجزائر العاصمة وبومردس أغلب المتورطون فيها أمارة وفي مقدمتهم عبد المالك دروتكال الموعد سيتجدد بعد أسبوعين رميساء مكسان لتلفزيون نوميديا من أمام مجلس قضاء العاصمة أوضح وزير الفلاحة سيد أحمد فرخي أن قطاعه مهتم بالبحث عن قاطرة جديدة لبلوغ مسويات نمو أكبر من عشر بالمئة عن طريق جلب استثمارات جديدة بأقل تكلفة مع ضمان جودة المنتوج النهائي تؤهله لولوج الأسواق الخارجية في ظل الظروف الاقتصادية الرهنة خالد زبيدي خلال نزله ضيفا على فروم الإذاعة الوطنية أوضح وزير الفلاحة سيد أحمد فرخي أنه يتم حاليا البحث في بعث الأوعية الفلاحية غير المستغلة ضمن خطة إدماجية تتيح تنفيذ النشاط الفلاحي بكل مراحله للخروج بمنتوجات ذات علامة محددة تسمح بتحضير المنتوج الجزائري لمرحلة التصدير داعيا إلى ضرورة التحكم بكافة الخدمات المرتبطة بالشعب الفلاحية سواء ما تعلق منها بالتصنيع التبريد والتحويل التعليب والتصبير ما من شأنه ضمان جودة المنتوج النهائي تؤهله لولوج الأسواق الخارجية في غضون الأربع سنوات القادمة كما تسعى وزارة الفلاحة لاستقطاب شباب الريف وتوفير الظروف الملائمة لإبقائهم في مناطقهم باعتبارهم الثروة الحقيقية التي يعول عليها اقتصاد البلاد مستقبلاً هو رهان كبير على عاتق وزارة الفلاحة في ظل المؤشرات الحالية تدخل القطاع في سباق مع الزمن لتأهيل المنتوج الجزائري بالكم من جهة وبالسرعة والجودة اللازمة من جهة أخرى لولوج الأسواق الخارجية وجعل الفلاحة قطاعاً اقتصادياً بديلاً للمحروقات إلى موضوع آخر الآن أرقام مخيفة تم الكشف عنها من قبل مصالح الجمارك من حيث عدد المنتجات المقلدة المضبوطة خلال العام 2015 ما أثر بشكل واسع على اقتصاد الوطني أمينكوشا والمسيد وزارة التجارة ومن أجل البحث عن حلول من شأنها الحد من الآفة التي تنخر الاقتصاد الوطني نظمت اليوم بالتعاون مع المركز التجاري العالمي بالجزائر ملتقاً دولياً حول المنتجات مقلدة الصنع في الجزائر المدير العام للمركز التجاري العالمي بالجزائر أحمد تباوي دعا من جانبه إلى ضرورة تضافر الجهود للوقوف في وجه المد القوي للمنتجات المقلدة قلت مشكل عام مشكلة تعويزارة ولا مشكلة على الوطن يجب كل هيئات وكانت تنسيق بين الهيئات يجب أن يعملوا مع بعض ولكن يجب تقنياً ويجب ثان المؤسسات لعندها مواد ليرها مخشوشة هي ثان تساهم المؤسسة التجارية هي الأخرى أبدت قلقها من الأعداد المتزيدة للسلع غير المطابقة للمعايير الدولية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني يجب كثيراً في المشتري يشري العربية يشري بعض يشري بعض يشري بعض يشري بعض يعني لا يستطيع يكون على باله بكل كل شيء لذلك الاقتصاد أعلن وزير الاعتصال حميد جرين أمس بالجزائر العاصمة عن إطلاق برنامج تكوين واسع لفائدة صحفيين وصرح جرين بمناسبة دورة تكوينية حول موضوع الصحافة في عهد شبكات التواصل الاجتماعي قائلاً سنعقد ندوة ربما في بداية شهر ديسمبر من أجل الإعلان عن إطلاق برنامج تكوين واسع وفي هذا السياق أكد الوزير أن هذه الدورات التكوينية يمكن أن تبدأ في السابع من شهر ديسمبر مضيفاً أن هذه البرامج ستمس كامل التراب الوطني وليس فقط المدن الكبرى مثل الجزائر العاصمة ووهران وأكد الوزير أن الأمر لا يتعلق بتكوين من نوع أكاديمي دون أن يقدم المزيد من التوضيحات في أشان الدولي قل مصدر قريب من التحقيقات في هجمات باريس لمصادر إعلامية إنه تم العثور على مواد يعتقد أنها حزام الناس فعشية أمس في صندوق نفايات في بلدة مونتروج جنوبي باريس مضيفاً أن أعمال الفحص لا تزال جارية وتتعقب فرنسا وبلجيكا مشتبهاً بهم ومهاجمين مفترضين عقب هجمات الثالث عشر من شهر نوفمبر التي قتل فيها مائة وثلاثون شخصاً في باريس وقال المزر إنه عقب الهجمات تم رصد موقع الهاتف المحمول لأحد المشتبه بهم وهو صلاح عبد السلام في الحي الثامن عشر شمالي باريس ثم بعد ذلك في شاتيلوف في الجنوب نفترق مشاهدين بهذا الخبر الطريف حيث وفرت سيدتان بريطانيتان سترات صغيرة قامت بحيكتهما من الصوف لحماية ستين دجاجة من برد الشتاء في بادرة غريبة لكنها ضريفة لنتابح نيكولا كوندون ووالدتها آن استضافت ستين دجاجة نصفها تقريباً كانت تعيش في أقفاص متراصة بجانب بعضها البعض حتى يزيد إنتاجها للبيض لذلك لم تتمكن الدجاجات من التأقلم مع الجو بعد استغناء أصحابها عنها نيكول تقول أن ستر الواحدة تأخذ من الوقت نصف ساعة لخياطتها مشيرة إلى أنه من المهم أن يعرف الناس الظروف الصعبة التي تعيشها تلك الطيور خاصة وأن جسمها لا يغطيه كثير من الريج بعد خروجها من الأقفاص هذه المباطرة لأقت إعجاب المحيطين بالسيدتين فازدادت الطلبات على شراء سترة الدجاج حيث أن المبالغ المدفوعة لشراء السترات تذهب لعلاج الأيتام المصابين بالإيدز في جنوب أفريقيا نهاية الموجة استقبلوا تحياتي والفريق العام المعي سلام عليكم اشتركوا في القناة